بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يحنى الذي بشر العالم بالحياة فلنصل إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا قال يحنى الرسول قال التلاميذ ليسوع هأنك تتكلم الآن علنية ولا تقول مثلا واحد الآن نعلم أنك عالم بكل شيء ولا تحتاج أن يسألك أحد بهذا نؤمن أنك خرجت من لدني الله أجابهم يسوع هل الآن تؤمنون هأنها تأتي ساعة وقد أتت فيها تتبددون كل في سبيله وتتركونني وحدي ولست وحدي لأن الآب معي كلمتكم بهذا ليكون لكم في سلام سيكون لكم في العالم ضيق ولكن ثقوا أنا غلبت العالم حقا والأمان لجميعكم أيها الأخوة المؤمنين المباركين الله معكم اليوم ربنا بهالإنجيل عم بيقول كلام قاسي للرسل ومزعج عم بيقول لهم أنا بعرف أنكم رح تتركوني وبعرف أنكم رح تبعدوا عني وبعرف أنكم رح تتبددوا وبعرف أنه إيمانكم رح يجي نهار ويتزعزع قدام الصليب وقدام الموت وقدام الخطر وقدام الخطيئة وأيضا ربنا عم يطلع فيي وفيكن عم بيقولنا بعرف أنه أنتم بهالوقت تركين كل شي وعم تسمعوا الإنجيل وعم تتأملوا بكلمة الله صحيح ولكن ربنا بيعرف أيضا حقيقة المرة أنه رح يجي وقت ورح نترك ربنا ورح نقع بالخطيئة ورح نفضل الخطيئة عليه أيها الأحبة هاو دي ربنا بيعرفون وبيعرف أنه نحنا ممكن طبيعتنا البشرية الهشة المزروحة تميل أوقات صوب الأنانية وصوب الخطيئة وصوب البعد عن الله وصوب تفضيل الزيت وصوب رفض مشيئة الله بحياتنا هاو كلنا ربنا بيعرفون وما بيتفاجأ لما بنعمل خطيئة بيتطلع فينا وبيقلنا أنا بعد نبوسق فيك ورح ضلني حبك وخطيتك ولا مرة هي عائق بيني وبينك أيها الأحبة لما نحنا منقرب من كيسة الاعتراف ومنطلع مبسوطين حاملين بقلبنا فرح التوبة وأحلام وطموحات كبيرة بنتطلع بربنا ومنوعده ومنقل له يا رب ما بقى رح وقع بالخطيئة أبدا ربنا بيتطلع فينا وبيصدقنا وبيفرح فينا وبيقلنا إن شاء الله أنا بدي إياكم تعيشوا بلا خطيئة لأنه بعرف إنه إذا وقعتوا بالخطيئة الخطيئة بتأذيكم انتم وبتجرحكم وبتحطمكم وبتقهركم ولكن ربنا أيضا بيعرف إنه حتى لو رجعنا وقعنا بالخطيئة هو بعده نطرنا تتذكروا لما ربنا قالنا إنه لازم نحنا نغفر لبعضنا سبعين مرات سبع مرات كيف بالأحرى هو إذا نحنا البشر الخطأ الضعاف بنغفر لبعضنا هالقد قداش هو بيغفر لنا أيها الأحبة اليوم ربنا عم بيقلنا أنا بعرف إنكم بتميلوا صوب الخطيئة أوقات وأنا بعرف أن أوقات الخطيئة بيكون صوتها قوي وبتكون جاذبيتها صعبة إنه واحد يقف بوجها ما تخافه رجعه وقفه من جديد ورجعه وقربه من ربنا لأنه ربنا بيحب الخاطئ يلي بيتوب وبيفرح فيه اليوم أيها الأحبة نتطلع بربنا نظرة الخروف الضال نحو الراعي الصالح ونقول له يا رب نحنا بخطيئتنا وقعنا حالنا بأشواك مؤلمة وبعدنا عنك أنت متبعد عنا وأنت خليك متمسك فينا ومثل ما منقله بصلاة النفور لا تفلتنا من يدك لألا نزلها ونضلها تائهين بل منحنا أن نسيرة في طلوقك ونسلك في سبولك ونعمل إرادتك أيها الأخوة الأحبة حتى لو عملنا كل خطايا الكون في عنا إليه جبار ميت على الصليب حبا فينا وهو مستعد إذا كانت خطيئنا مثل القرمز أنه يحولها بيضاء مثل السلج اليوم منقله لربنا نحنا مستعدين نمشي معك ونترك الخطيئة ونتمسك فيك ولكن إذا وقعنا بالخطيئة أنت اغفرنا وقوينا واعطينا الصلاة بحتى نوقف على إزرينا من جديد ونرجع نحط إيدينا بإيدك ونمشي معك درب الملكوت يلي أنت أسسته كرميلنا ويلي افتتحته بموتك على الصليب ويلي أنت نطرنا فيه حتى نشركك فيه حياتك الأبدية اعطينا يا يسوع أنه نحبك ونخلي كل الناس اللي حولينا يحبوك أكتر وأكتر لمجد اسمك ولبنيين الكنيسي إلى الأبد آمين اشتركوا في القناة